هذا وتواصل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة للتعامل مع تداعية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة نعم فقد قامت إدارة العمليات بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع والدفاع المدني والمرور باتخاذ إجراءات ميدانية من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في تدبير شؤونهم وقضاء مصالحهم من خلال التعامل المهني والعاجل مع مشكلة تجمع مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم بخصوص البلاغات ذات الصلة حيث قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمباشرة البلاغات المتعلقة بسقوط الأشجار وأعمدة الإنارة ومضلات وحدوث ماس كهربائية كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بالتعامل مع البلاغات المختلفة التي تضمنت مباشرة الحوادث المرورية وسحب مركبات متعطلة في تجمعات الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسية وعمل التحويلات اللازمة ومراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سيابية الحركة المرورية وعلى الصعيد التوعوي دعت قيادة خفر السواحل مرتدي البحر لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات البقائية فيما تابعت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دورها التوعوي من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام الأمني وقنوات التواصل الاجتماعي من خلال دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات البقائية أثناء فترة هطول الأمطار في إطار الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً لاستراتيجية الشراكة المجتمعية تواصل إدارات وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة في مملكة البحرين هذه الجهود الأمنية المكثفة المتواجدة في كل مكان لتأمين الطرغات فها هي الإدارة العامة للدفاع المدني تباشر من خلال استخدام المضاخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيغ مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتفعيل خطة طوارئ خلال موسم الأمطار وذلك من خلال رفع الجاهزية والاستعداد التام في كافة مراكز الدفاع المدني في مملكة البحرين كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بنشر الآليات والمعدات في كافة مناطق مملكة البحرين وذلك تحسبا لتلاقي أي بلاغ وننوه للسادة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بعدم التردد بالاتصال في قرفة العمليات الرئيسية أو قرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وذلك لتلاقي أي بلاغ أو طارئ هذا وقامت الإدارة العامة للمرور في تنظيم الحركة المرورية وتأمين الطرقات ومباشرة كافة البلغات التي تتلقاها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحركة المرورية بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وضمان سياب الحركة المرورية الإدارة العامة للمرورة تعاملت مع تحذيرات الأرصال الجوية بشكل استباقي بنشر رسالة توعوية بلغات مختلفة عبر جميع وسائل الإعلام منها الرسمية وعبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ونشر كل ما يتعلق ويستجد من الحركة المرورية أثناء هطول الأمطار من قطع الطرق وتحويلها لطرق بديلة كثفت الإدارة العامة للمرور جهودها بنشر الدوريات والرفعات وضباط وأفراد شرطة المرور واستقبال بلغات من خلال غرفة العمليات والمراقبة المرورية وعملت الإدارة على تسهيل الحركة المرورية خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة في شفط المياه وتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي ظل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار ستساهم هذه الخطط الميدانية التي كانت خير دليل في إعارة الوضع في الشوارع والمناطق السكنية إلى طبيعتها جهود جبارة تبدلها وزارة الداخلية بجميع إداراتها كما ترون للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك لتأمين الطرغات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سوى طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر